اعزائي المشاهدين. ازيكم معمينة? لو تفتكروا كده من فترة كانت في تليفونات بتتباع في السوق المصري اسمها تي اس اه تي سي ال. التليفونات دي فعلا كانت روعة وجهت فترة عليها وكانت بتنتشر في السوق وبعد كده ما بقيتش تيجي بسبب اه قلة العملة ووقف اه بعض الانواع في الاستراد. التليفون ده النهاردة او الشركة دي النهاردة بتدينا النهاردة تليفون روعة او انتاج التليفون رائع هو اسمه او الاربعين هنسترد مع بعضينا التليفون ده وهنشوف التكنولوجي الجديدة وهنشوف الفيتشرز بتاعته الروعة اللي جاي في التليفون. بس خلي بالكم. مش الفيتشرز ولا بتاعته هي اللي تلفت الانتباه. اللي يلفت الانتباه في التليفون ده فعلا سعره. سعره جاي رائع جدا بالذات للطبق المتوسطة ودون المتوسطة او المستهلكين المتوسطين ودون المستهلكين او دون المتوسطين. هنسترد مع بعضينا التليفون وهنشوفه حتة حتة. ويا رب بس ان هو يطرح للبيع ويرجع يطرح للبيع تاني في مصر ان شاء الله. هنشوفه حتة حتة زي ما انا قلت. وهنشوف سلبيات واجابياته. هنشوف نقاط الضعف بتاعته القوة. وهقدم ما بين ايدين حضراتكم معلومات كافية. عشان تقرر ازا كنت عايز تشتريه ولا لا. واغلب الامور حتى لو ما اطرخش بيعه في مصر تقدر تجيبه من دبي عشان هو بيتباع دلوقتي في دبي. يلا مع بعضنا استعرض التليفون الرائع اللي من شركة اه تي سي ال وهو تي سي ال الاربعين او الفورتي اكس ال. يلا بيدي. اعزائي مشاهديد في كل مكان ازايكم اخباركم يا رب توبه بخير اهلا بكم في حلقة جديدة من الحلقة عن فاندر التكنيوجيا ومعلومات ومعاكم اخوكم اشف. اه من القليل اوي ان انا استعرض تليفونات اه من شركات لسه نشأة او شركات اه بتبتدي شغلها في الموبايلز. شركة تي سي ال من الشركات الندر اوي اوليها بتعمل اه كل فترة تليفونات اه بريميام اوي وكويسة وحلوة وتناسب اسعارها اه الفئة المستهلكي المتاصطة. ودون المتاصطة. اه النهاردة هنراجع مع بعضينا اه التليفون اللي معنا النهاردة من شركة تي سي ال فورتي اه او تي سي ال يعني التليفون هيبقى نوع تي سي ال فورتي او اربعين اكس ال. اه تليفون جاي بمواصفات روعة جدا وياريت التجار او الناس في مصر اه اللي بيشتغلوا فيه الموبايلات يسمعوا او يشوفوا الفيديو ده. عشان اه يبتدوا يدخلوا النوع ده مية التليفونات في مصر لانه انا شايفه بصراحة ان هو بيناسب جدا اسعاره الفئة المتوسطة من المستهلكين ودون المتوسطة وفي نفس الوقت اه بريميام ومواصفاته رائعة جدا. هنبتدي نستعرض النهاردة دلوقتي التليفون. مش هنسى زي كل مرة بس لحقكم تنسوها السبسكرايب اللايك نشير في كل مكان الكومنز وارد راحاتكم على طول زر الجرس وصناعة تفعلوش هاجه لكم كل جديد. وصندوق الوصف اسفل الفيديو هتلاقوا فيه لينكات من شركة جوميا. خش وخدوا فكرة ولو اعجبتكم حاجة اشتروها دعمة للقناة. يلا مع بعض ده نستعرض مع بعضينا التليفون بتاع النهاردة من شركة تي سي ال وهو تي سي ال الفورتي او الاربعين يلا لنا. طب التليفون في العموم هو مستطيل الشكل. اه من الامام محمي بطبقة حماية جوريلا جلاس من النوع التالت. والكاميرا الامامية هو مسطح طبعا مفيش كيرفت من يمين والشمال. والكاميرا الامامية عبارة عن او زي نقطة المطر كده فوق فيها الكاميرا. من الخلف المسطحة ما بتبصمش مع شكل شيك او بمدي كأنه حديد. اه مع بروز بسيط في الاعلى على الشمال عبارة عن مستطيل بروز بسيط جدا ملي تقريبا او نص ملي. اه البروز دوت في مربع او مستطيل اصغل منه طبعا اه من الازاز اه اسود. ده في كاميرتين وفلاش وتحته في الكاميرا التالتة. اه وطبعا بقى السنسورس بقى اللي موجودة في باقية التليفونات العداية. تليفون ده اعلن عنه تحديدا في ستة وعشرين اه فبراير عشرين تلاتة وعشرين. واتطرح للبيع في خمسة عشرين تلاتة وعشرين. شهر خمسة شهر مايويا عشرين تلاتة وعشرين. عبعاد التليفون مية سبعة وستين فاصلة تسعة في آآ ستة وسبعين فاصلة خمسة في تمانية فاصلة تمانية ملي متر. الوزن المقدل للتليفون هو مية خمسة وتسعين جرام. من الامام طبعا زي ما احنا قلنا الازاز وما احنا اطبط حماية جوريلا جلس من آآ النوع التالت. الفريمو الضهر من البلاستيك. والتليفون آآ مهيئ ان هو ياخد شريحتين اتصال من نوع النانو او شريحة اتصال من نوع النانو ومعها شريحة اي اس اي ام او الالكترونيك سيم ودي حاجة جميلة وروعة على التليفون بالسعر اللي انتم هتسمعوه في اخر الحلقة دي. نيجي بالنسبة لمواصفات الشاشة. الشاشة جاية من نوع الاي بي اس الي سي دي مش ايموليد. الرفريشي بتاعها تسعين هرتز والنيتس بيوصل لتونمية وخمسين آآ نيتس وبيدعم الاتش دي ار مواصفات الشاشة او ابعادها ستة فاصلة خمسة وسبعين انش مع قوة استحواز خمسة وتمانين فاصلة ستة في المية من الشاشة بالكامل. بلوزوشن شاشة سبعمية وعشرين في الف وستمية بيكسل سبكت ريشيو عشرين لتسعة. والبيكسلات او قوة البكسلات لكل انش متين وستين بيكسل لكل انش قليلة ودرجة وضوح آآ بسيطة شوية. نيجي بالنسبة للبلادفورم او السيستم اللي هيبقى معاه التليفون دوت والبروسيسور او المعالج اللي هينزل بيه. هيبقى نازل باندروية التلاتاشر بالوجهة مع وجود معالج من شركة ميديا تيك. آآ النوع هليو الجي سبعة وتلاتين. وده المعتمدية بتاعته اتناشر نيلومتر. زي ما انتم عارفين ده تمنى انوية اوكتا كور يعني. الاربع انوية الاقوية الاول دول بقوة اتنين فاصلة تلاتة جي جيرس كورتكس اي تلاتة وخمسين. ده المسمى بتاعها. الاربع انوية الموفرة للطاقة بقوة واحد فاصلة تمنى جي جيرس كورتكس اي تلاتة وخمسين. ده المسمى بتاعها. التوليفة الروعة دي بدعمها كارت شاشة جي بي يو من نوع الباور في ار الجي اي تمنتلاف تلتمية وعشرين. نيجي بالنسبة بقى للزاكرة فده بياخد كروت ميمور ده واحد طيرة وبينزل منوعين من الزاكرة اما مئة تمانية عشرين جيجا بايت او متين ستة وخمسين جيجا بايت من نوع اليو ف اس اتنين فاصلة اتنين. اما بالنسبة للرماد فبينزل مع المئة تمانية عشرين جيجا بايت اربعة جيجا بايت ريام قبلة الزيادة بستة. وآه ميتين ستة جيجا بايت رام مع الميتين ستة وخمسين. وقبلة برضو بزيادة رامات ستة الالكترونة. بالنسبة ليه الكاميرات اللي في الظهر. الكاميرا الرئيسية خمسين ميجا بيكسل ودي عريضة بالدعم البيدي ايف. اما الكاميرا الماكرو فهي اتنين ميجا بيكسل. فاتت عادسة اتنين فاصلة آآ زيرو. آآ آسف اتنين فاصلة اربعة. والكاميرا او العزل اتنين ميجا بيكسل فات عدسة اتنين فاصلة اربعة. التوليف الروعة دي بدعمها بيدعم تصوير البانوراما والفيديو بيوصل تصويره لالف وتمانين بيكسل بفريم تلاتين فريم برسكند. وكان بقى المفروض كان نخليه بالمرة يوصل لاربعة كيام. نيجي بالنسبة للكاميرا الامامية فهي تمانية ميجا بيكسل فات عدسة واحد فاصلة تسعة. وابدعم تصوير الفيديو الف وتمانين بيكسل بفريم تلاتين فريم برسكند. احلى حاجة في التليفون ده السمعات بتاعته من الاسفل ومن اعلى دول سبيكر بالنوع استيريو. وفي مكان لتركيب الجاك تلاتة فاصلة خمسة ودي حاجة حلوة بالنسبة لتليفون دي. حاجة نقطة قوة لي يعني. بالنسبة لوحدات الواي فاي دول باند بقى عدس حاجة. بالنسبة ليه البلوتوس خمسة فاصلة واحد. الجي بي اس دي والباند الانف سي مش موجود. الاف ام ريديو موجود واليو اس بي من نوع تايب سي اتنين فاصلة زيو. بالنسبة ليه البصمة جانبية بزر الباور وفي جميع السنسورز الموجودة بجميع التليفونات. البطارية بتاعته روعة جاية من نوع الليثلم خمسة الاف ميلي امبير. معي شاحن سريع تمنتاشر. مفيش شاحن عكسي طبعا. تليفون ده بينزل منه لون واحد فقط اللي هو وسعر وقت تسجيل حلقة مية وخمسين دولار تقريبا. يعني تقريبا بالمصري بنتكلم اربعة تلاف وخمسمائة جنيه بمواصفات روعة زي ده. في قلب الازمة اللي احنا فيها وفي قلب انحضار الجنيه المصري بالطريقة دي. مواصفات جميلة تناسب اي تليفون وتناسب اي شاب او اي ناس من الفئة المتوسطة او دون المتوسطة من المستهلكين. لغاية تين احنا وصلنا نهاية الحلقة. يا رب تكون الحلقة فادتكم وتحت امركم في اي استفسار. مش هزة كل مرة اوصح حضراتكم. ما تنسوا ايش سبسكرايب اللايك الشير في كل مكان الكومنس. وارد احراجكم اعطوط زر الجراسة وصمحتم اه 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 فعلوه عشان اجدكم كل جديد. وصندوه الوصف اسفل فيديو في لينكات من شرك الجميع خشوا خدوا فكرة. ولو عابدتكم حاجة اشتركوا دعما للقناة. شكرا جدا لحسن استماع حضراتكم ويه. سلام وحبكم.